على خط الجيزة المنيب أهلا بيك أهلا بيك مشرفنا سعيد لا أنت شغال نهي الهرم ده أنا نهي حضرت محمود نهي الهرم شفت أنا الخطوط دخلت في بعضها معلش إضراب بقى كل سامة طيبين طيب محمود عابد سواء الميكروباس 12 سنة شغال على الميكروباس أنت نهي الهرم وسعيد الجيزة المنيب أنتو الاتنين شارفتوا في الإضراب النهاردة أنت وقفت على الدائري في الناس اللي قطعوا الدائري وأنت أنا كان في الجيزة في المنيب في المنيب طيب قولي اللي حصل وفكرتوا في إيه وبتصرخوا وبتقفوا بتقطعوا الطريق عشان إيه يا حضريك المشكلة دي مش من النهاردة بقالها كذا فترة يعني بقى لفترة طويلة جدا بقى لفترة طويلة جدا وطبعا بنسمع حاجات كتير نضخوا كميات كبيرة من البطرول أو من البنزيم والسولر في البنزيم ونيجي في البنزيم ما نلاقيش حاجة حتى البنزيم النفسية نزل لها جاز بالضبط تشتغل ساعتين وما لاقيش الجاز وبعد كده نرجع نشتري الجاز في جراكم تاني الجدير كان يوصل لـ 40 و 50 جنيه فاحنا طيب نعمل إيه طيب وكذا مرة عمالنا بقى لكوا قد إيه بقى الحال ده سنة هم من ساعة الصورة آه يعني بعض الصورة هم بعض الصورة هم من ساعة الصورة سنتين بقى آه هم بعض الصورة طبعا بس الدرابي الأزمة زادت جدا زادت بطريقة فضيعة الوقت البنزيم تبص تلاقي هبو بالضبط أكتر بنزيم تشتغل ساعتين ولا خلص نجاز يعني أنا بقى في الصف من سبعة لثمان ساعات طب حضرك أشتغل إنتا أيوة اللتر بجنيه هو عشرة ساعة ده هو المدعم ديه ده المدعم ده السعر الرسمي ده الرسمي انا حضرك يعني انا بقى صفحة بـ 22 جنيه في بنزيم بطلعها بـ 25 جنيه هي إيه اللي بـ 25 جنيه؟ الصفيحة الصفيحة اللي هي العشين لتر الصفيحة بـ 25 جنيه ده ده احتبر بالنسبة لهم المدعم يعني هل مفروض نحن نخدها بـ 22 جنيه؟ لأ بنخدها بـ 25 جنيه من البنزيمة وياريب بنلاقيها يعني نريد على كده بنلاقيه في البنزيمة طيب بتقفوا في الطوابير بقى اللي احنا بنشوفها كل يوم ده بقت يعني حاجة كده من معالم البلد يعني حضرك جنباري احنا وقف ثلاث ساعات ونص في البنزيمة اني بنزيمة بقى؟ في الجيزة غير ما فيه واحد مات كمان في البنزيمة بسبب الخناءة بسبب الجاز تضرب بالنر قدام عيننا في نفس بنزيمة انت كنت تقف فيها؟ في البنزيمة اللي احنا كنا فيها حدث انا قريت عن حدثة وحصل اشتباك وكده لا هي دي وانه هو واحد زي مننا اللي مات كمان ومدينه لأسر طيب تقفوا بقى ثلاث ساعت ونص لحول ولا قوة مستنين الخرق ده ثلاث ساعت ونص دولا مش حاجة ده ثلاث ساعت ونص ده كده ريئة البنزيمة اه ده ثلاث ساعت ونص ده خط ونشيتي يعني نقول تقف لخمس ساعات وما تقديش يقولك الجاز خلص ونرجع بعد كده نشتري تاني جراكن وفي ناس بتحط جاز في تنوكة وما بتخولش اللي خد في الجراكن ده اخد ازاي؟ او طلع ازاي؟ نشتري احنا الجركن ازاي بتلاتين واربعين وبخمسين جنيه مين بقى اللي بيخلوا الجراكن دي؟ معلش انتو اكيد بيقولك ايه يعني حضرتك بيجيبوا وصولات بيقولك دي مدعمة للفران في جوابات اه بقولك للفران بيتكيت الجوابات بيقولك دي للفران بتاعت الايش بطالعة بالسعر بتاع البنزيمة محلين دلوقتي ما بيطلعش للبنزيمة ده بيطلع يتباع برا كتير حضرتك كتير لو راح 1000 ريت للفران بيطلع عربية 9000 وال10000 معلش بص يا مش عارف اقولك يا عم سعيد طيب يا عم سعيد احنا بنزل البنزيمات يقولك والله احنا مفيش في ادنى حاجة احنا اللي بيجلنا من وزارة الفترول احنا بيديل الناس اللي خلنا اقتنعنا للبنزيم بيبقى فيها بنزيم فيها حضرتك فيها ان وزير التومين نزل في القفاب النمرس عندنا هناك بيرفع المقسات لقى فيها مس عمل محضر لصاحب البنزيمة ولقى فيها 30 ألف ريتل في البنزيمة تحت وبيقولك مفيش جهاز يعني البنزيم اكتر البنزيم كلها بيبقى فيها جهاز وبيقولك مفيش يا حضرتك اقولنا حضرتك على حاجة معلش العربية بتنزل 50 ألف ريتل على ما بنسمع ونتكملش ساعة ازاي 50 ألف ريتل العربية تنزلهم في ساعتين ساعتين يعني العربية 50 ألف ريتل يقعدوا ينزلوا في ساعتين إزاي من زي ما تشتغلت ساعتين تخلصهم يعني إزاي خمسين ألف ريت اللي ينزلوا في ساعتين بخرطوم مثلا قد كده مسدس قد كده يخلصهم في ساعتين إزاي طيب الأزمة زادت قوي إمتى بقى يعني هي الوقت حضرتك لا تفعلت قوي بقى لها الوقت دخلنا في شهرين موت موت بس إحنا دخلنا في شهرين الوقت يا حضرتك ممكن العربية تشتغل يوم وتقعد يوم عشان تفاول تقعد تلف على جاز تقعد والله والله أنا في عربية زميلي قالولي أكسن بالله العظيم إحنا بقى لنا تلت يام تلت يام ركنين مش لقين جاز مش لقين جاز واللفة حضرتك في البنزين البنزين ما فيها جاز ولكن ما فيش ما هو ده السؤال عارف لما يبقى الجاز بيغلى فانتهت غالي الأجرة هو في ناس كتيرة ما غلتش الأجرة وبالتالي هو أصلا مش مجول إحنا حضرتك نزيل عندنا الخطوط لو الأجرة غلت بحق نزيل حضرتك يعملوا أي حوار مع الناس مشكلتنا كلها جاز إنت عارف حضرتك إحنا لو جاز غالي وبس موجود كان ههون علينا عملية شوية لا لكن أقف إزاي أنا في الصف جاز مش موجود خمس ساعات أو سبع ساعات ومش موجود وفي الآخر برضو ما باخدش طب بس أنتوا تسمعوا التصريحات بتاعتنا منسمع منسمع بس مش عارف الجاز بيروف هما بيقولوا أن فيه جاز نزل وناس تقول لك جاز بيجمي في الجبل في الطراب وفي الأرض ناس بتوقف العربات في الجبل تفضيها ناس جاز بيروح أغزة وناس بيقول كل واحدة بيقول ما كل واحد بكلمته إحنا عندنا يا حضر كذا بنزيمة في ناية نفس الوقت عندنا في ناس بتبقى الصفيحة عندنا إحنا بخمسين جنيه واركبوا خمسة واربئين جنيه ده فين ده بقى ده في الجيزة وبيطلع عندنا وبنشوف الناس ويابتاخدوا بس ما بنقدرش نتكلم أعرف كلمة بيقول لك ده راح للإفرام محدش لدينا حاجة معنا تسريع بكده طيب اتفاتوا مع بعض إزاي إنه وقلتوا إن النهاردة إحنا هنعمل إضراب وإحنا هنوقفش عشان حد يشوف لنا صرفة في موضوع البنزين قولي يا بقى محمود والله يا حضراتك يعني طبعا عشان بخطوط التواصل الخطوط ده بيقف في موقف ده وده بيقف في موقف ده طيب كله اتفق على يوم معين إن إحنا هنوقف ونعمل وقفة في اليوم ده فهو بناء على كده الموقف كلها لإن حضرية يقول له حضرية يعني مثلا من الأناطر بيجيب مثلا رمسيس من رمسيس مثلا بيجيب الجيزة من الجيزة بيجيب مثلا من الجيزة بيجيب مثلا فيجيب نهي فهو من الموقف دي كلنا توصلنا مع بعض فبناء على له كلنا اتحادنا في اليوم ده اللي إحنا هنعمل وقفة بحيث إنه إحنا حد يسمعنا إنه حد الوقت ما حد يستمعنا خالص وفي مشكلة الجيزة وإنك بنا أصلي الدنيا الصدمة ما بغليش هو على ملاكي ولا مقرباز ولا أي حد بيعدي حصلت خناعات في ناس كانت عايزة تنشي لا في بعض الأماكن حصل خناعات الناس عايزة تعدي بالنسبة عندنا في الجيزة احنا اتكلمنا مع الناس بكل احترام بكل أدب إنه ما فيش حد يعدي بس إينا حضر أي واحد إذا كان حصل فيها إذا ما حدتك بتقول إشتباكات أي واحد فعلا لو حط نفسهم مكان سواء المقرباز في الجيز أقسم بالله هيوظر سواء المقرباز لو اتحط هو مكان سواء المقرباز عشان يفويل الجيز والله إلا يجي وقفت ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات دول من شائعي أنا مش من صحبة العربية أنا حسبت صحبة العربية على ورديته عادي بس دول طرقهم من شائع عيالي أنت بتشتغل تقريباً سبع ساعات ما هوما سبع ساعات لما أنا وقفت ثلاث ساعات ونص هيشتغل إيه حضرتك أو ثلاث ساعات حضرتك فين الباقي وأول ما بطلع بالمنزمة بدخلها الجراش وممكن يلحق وإنت كمان بتشتغل العربية نفس الحكاء بشتغل العربية بشتغل العربية طب أصحاب الميكروبازات ما بيحاولوش يساعدوكوا في المشكلة دي طب حضرك هتساعدونا في إيه ما هو حضرك بتشتغل وردية وبتقف الوردية التانية ما هو لو هيشتغل لو حضرك هيضر يساعدني أنه هو يجيب جاز لكن هو بيقولك مثلا إيه العربية بفول لو هيجيب في جيركن كان صاحب الميكروباز هروح يجيب في جيركن بيحسن العربية تشتغل لا جيركن لأ يعني مثلا العربية لو قتلت في أي حتة ما يدينيش جيركن حتى يجيب العربية يقولك لا اتصرف من بره وهات بطرر روح أجيب جيركن من بره باربعين جنيه ولا بخمسين جنيه أفضي في العربية